القلم علم الإنسان ما لم يعلم أنزل القرآن على نبيه العمين وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه أجمعين سيادة الأساتذة والمحاضرين والمشايخ الذين جاءوا معنا في هذا الجمع الكريم وسيادة الضيوف القرآن الذين جاءوا من شتى هذا القرآن والبلاديات طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة وتبوأتم من الجنة منزلا أيها الحفل الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تزال رسالنا أو لا تزال ألسلتنا تهتك بالشكر وتقبير البالغ لفاعل الخير بالمملكة العربية السعودية ألا ما قدمونه من المساعدات المادية والمعنوية والأدبية لتحقيق للمستحقين بها على مسلمين بالبلاد بصفة خاص وعلى المسلمين في العالم بصفة عام ونقول نرفع أكفة ضراعة إلى الله عز وجل أن نسجل لهم هذا الأعمال الطيبة في ميزان حسناتهم يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أطلعها بقلب سليم إن هذا النقرة العلمية العسلامية أقيمت على نفقة المحسنين بمملكة العربية السعودية لأجل إرشاد هذا المجتمع إلى تعاليم الإسلام وتوعيتهم إلى العمل الإسلام لأن هذا المجتمع لأن هذا المجتمع بحاجة إلى تكرار التذكير الدائم لأنه أمية مبتصدة أو أدنى من ذلك ولذلك نحتاج ولذلك نحتاج إلى إقامة هذا البرنامج أو دوريات الإسلامية والمخيمات الإسلامية ونتمنى لفاعل الخير بل نرجو منهم أن يكون هذا البرنامج مستمرا لو كان هذا البرنامج يمر في كل ثلاثة أشهر لكان أفضل لأن هذا المجتمع في حاجة مسيسة إلى من يدلهم ويصلح أمورهم لأن هذا البرنامج لأن هذا البرنامج كير لأن هذا البرنامج لأن هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة